اشتركوا في القناة يرجي المودة وقعدات الهوى والطرب لو كان عود بسنة كل نفسه طرب قلبه شباب وهو يهوى الأنس والطرب لا كدر الله قلب ما عشق مالهن مساء الخير نلتقي معكم هذه الليلة والحديث في هذه الأمسية سوف يكون عن المرحوم عبدالله دويش عبدالله دويش رحمه الله لم يكن شاعرا فحسب الرجل كان أديبا وناقدا ودارسا وكان من المهتمين بالحركة الفكرية الكويتية ما أذكره هنا أن الشاعر عبدالله دويش كان من المساهمين بتأسيس رابطة الودباء وكذلك كان رئيس تحرير مجلة عالم الفن سل رحل يوم الوداع وسار وقف بزم المودة والضعون وسار سايرتهم لين ذرا في المدامع سار يضاعني نمهلوا معكم ترالي رفق أوجب سلامي إليهم يا رفق بل رفق بقول لي كلمة وازعق بها بل رفق يا قايدين الضعن خلي معاكم سار في صباح يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر سبتمبر وذلك عام الف وتسعمائة واربعة وتسعين انتقل المرحوم عبدالله الدويش إلى جوار ربه رحمة الله عليه عبدالله الدويش شعيرنا الراحل يجب أن نذكره على أنه أحد العلامات الهامة في تاريخ الشعر الشعبي في دولة الكويت فهو رائد من رواد النبط وأذكر أن عبدالله الدويش من مواليد حي القبلة أو حي الجبلة كما كنا نسميه عام الف وتسعمائة وتسعة عشر والده أيضا كان شاعرا من شعراء النبط شاعرنا عبدالله الدويش برز في سن مبكرة وكشف عن موهبة شعرية فذة وهو لم يزل بعد سخيرا تأثر المرحوم عبدالله الدويش بالعديد من الشعراء البارزين في الكويت والذين كان يحضر مجالسهم مثل الشاعر زيد الحرب وأيضا الشاعر فهد بورسلي والشاعر فهد العسكر عبدالله الدويش ظاهرة بالنسبة إلى الأدب الشعبي هو أولا شاعر يقول بزهريات بطريقة جيدة وثانيا دون هذا الأدب المتواجد في الكويت وفي المنطقة وكان المرجع الوحيد يعني دون هذه الدراسة وله سلسلة من الكتب عن الأزهريات تناول في الجزء الأول ستين شخصية وكذو ستين وفي الجزء الثاني تقريبا ما يقارب هذا العدد أيضا ولم يدع من المشهورين الذين كتبوا في هذا الشيء إلا وكتب عنا وعن الشعر ونبذى عنا ثانيا كتبه عن الفنون الغنائية أيضا لكتاب عن الازهيري والفريسي وأيضا إنسان ذواق يتحدث عن الفن سواء المسموع أو المنشود شعرا وتكلم عن أصول هذه الفنون المتواجدة في الكويت وأيضا هو أول من كتب هذا الشيء ويعد الأول في هذه الناحية نقدر نقول أنه مؤرخ الأدب الشعبي في الكويت بالنسبة إلى الرابطة عبارة عن مرجع يرجع إليه كل من يسأل عن القديم سواء الشاعر الفصيح أو كاتب القصة أو كل من يريد أن يبحث في تاريخ الاجتماعي الكويتي القديم فكان الحقيقة مرجعا بالإضافة إلى ذلك يتابع النشاطات الثقافية والأدبية المعروف أنه بالنسبة إلى الرابطة في كل أمسية تعقد رغم صعوبة المجيء بالنسبة له في أثناء مرضى كان يحرص على أن ما تفوت أي أمسية سواء شعرية أو ثقافية وكان رحم الله هادئ ووديع وتقريبا رغم هدوءة فأنه باحث ويدون ويبحث عن المراجع وأثر المكتبة الكويتية من هذه الناحية ناحية التاريخ الشعر الشعبي وترثيقة في أحد اللقاءات شعرنا الكبير عبدالله الدويج سئل هذا السؤال سألوه عن أول زهرية كتبها أو قالها فقال اترك هموم الزمن يا صاحبي مالك واحفظ الدنياك اليوم النايبة مالك غير التحوشة وتاكل بالعمر مالك وإن كنت راعي حسب مثلك الوقتة حسب رابع عريب النسب والجود وهل الحسب ولياك تبخل على نفسك ولالك حسب تموت حسرة وياكل وارثك مالك افتقدت الأوساط العدبية والثقافية في الكويت الاستاذ عبدالله الدويج رحمه الله الاستاذ عبدالله الدويج كان لدور كبير في الحركة الثقافية في الكويت سواء كشاعر شعبي لا ساماته في الحركة الشعرية وهو من اهم شعراء الشعبيين اللي عرفتهم الكويت في السنوات الاخيرة يضاف الى هذا الجهد الذي بدله في دراسة الشعر الشعبي والازهيري ودراساته خير شاهد على ما بدله من جهد في هذا الميدان ايضا المرحوم عبدالله الدويج كان لدور في العمل الثقافي فهو من مؤسسي جمعية الفنانين الكويتين ورابطة الادباء في الكويت ورابطة الادباء لا يمكن ان تنسى فضله وجهده في هذه الرابطة بتأسيسها ببناء مقرها كان ايضا يتحمل العبء الادارة في مجلس الادارة لسنوات طويلة بصفة امين الصندوق كان رحمه الله عطوفا رحيما محبا لزملاء اعضاء الرابطة وكان يتفقدهم فردا فردا وكنا نأنس بوجوده ونفتقد اذا غاب كان مكان محفوظ في الرابطة والان اذا دخلنا مقر الرابطة نجد موقع المرحوم عبدالله الدويش شاغرا لان كان دائما في المناسبات موجود وبيتفقد اخوانا الصغار وابناء اعضاء الرابطة ويسأل عنهم فردا فردا اذا غابوا افتقدنا بعطائه الكثير وبقلبه الكبير رحمه الله واسكن في سيح جنات موسيقى بيدي ارسم بصحف المودة رسمها بيدي والحال من شوفها متغير لونها في احدى اللقاءات سئل شاعرنا المرحوم عبدالله الدويش عن كتابته للشعر العامي انه يجيد الشعر العامي ويهتم بالشعر العامي ولكنه ينظر من بعيد من بعيد الى الشعر الفصيح وبعجاب فرد قائلا لقد شجل الشعر العامي مواقف ولعب دورا في حياة البيئة التي ترعرع فيها ولم يكن غريبا عن الحياة اليومية للناس كان يسير معهم وينطق بلسانهم في الحب والبغض والمدح والذن والحكمة والعظة تماما كما لعب الشعر الفصيح دورا في حياة البيئة التي ترعرع فيها وكما كان للشعر الفصيح قممه وحضيظه كذلك فان للشعر العامي قممه وحضيظه وباختصار فان الشعر العامي كان ضرورة لا غنى عنها للناس ظروف حياتهم الفكرية التي تدنت مع انحسار المد الحضاري العربي وهو ظاهرة أوجدها الناس الذين لا يمكن أن نتنكر لهم وننبذهم لأنهم يعبرون عن أفكارهم وآرائهم ومشاعرهم بلهجة نحن الآن نتخاطب بها لسانا ولا نقر التخاطب بها كتابة وخطا وللأسف عند بداية لكتابة الشعر حاولت أن أكتب الفصحة ولكنني لم أجد المعين والمرشد لي لكي أبدأ بداية سليمة وتعلقت بالشعر العامي وما زلت قطعت فيه الوصال وصال ودعيت صب بقى يرجي الوصال وصال ما لوم ذاك الذي بدت الوصال وصال وشهر بسيفه ولا له بالهوى راده شم ولعك يا قلب بالما لهم راده اعمل لدنياك والله له به راده من واصلك واصله وزيد الوصال وصال في البداية تحدثنا عن شاعرنا المرحوم عبدالله التويش لكنه قال عن بداياته منذ كنت طفلا وأنا أهوى الشعر وعندما كنا في المدرسة كان يملي علينا الأستاذ إما نثر أو شعر فكنت أميل للشعر كثيرا ولما كبرت قليلا بدأت أقرأ الشعر بنهم وفي تلك الأيام لم يكن لدينا دواوين إلا القليل وخاصة بالشعر النبطي وعندما كنت في المرحلة المتوسطة استلفت من صديق لي ديوان المتنبي لأقرأه ثم أعدته إليه وكان وقتها عمري لا يتعد العشرين عاما أو أقل وقرأت جواهر الأدب حيث استعرته من صديق أيضا ومن بعد ذلك بدأت أنظم الشعر وكنت أتمنى أن أنظمه بالعربية الفصحة لكني لا أستطيع وتعرف أننا درسنا إلى الرابع المتوسط فقط ولغتنا العربية الفصحة لا تساعد على أن أنظم شعرا لركاكتها فكنت أنظم الشعر باللهجة العامية كما أثر علي زملائي الذين أجالسهم من الذين ينظمون الشعر وجميعهم ينظمون الشعر العامي فاتجهت إلى الشعر النبطي وكان ذلك في عام 1938 أو 1937 وبعد عامين أو ثلاثة من بداية الفعلية مع الشعر بدأت أنظم الزهير حتى تمكنت منه لو أردت أن أتكلم عن المرحوم عبدالله الدويش الشاعر والفنان والإنسان والصديق والأخ الشبير رح يطول فيني الحديث ورح أدش بمواضيعه لكن أنا أكتفي بأن أتكلم بالجانب الذي خصني من ناحية الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي بمساعد والأرحمة كان مشجع وأستاذ شبير لنا كلنا في أشياء كثيرة ومعلم شبير كان دائما لما يشوف صورة منشورة ينتقدها وانتقاده ما كان يكون انتقاد عادي كان ينتقد بشكل فني بعين حساسة كان يقول لي أنت هالمرة سويت شيء لو لو تزيد عليه ما تسوي الشغلة هذه فكان مثل الأستاذ الشبير هذا بالنسبة لتوجيه الفني لنا بالإضافة على أنه كان رجل دائما بشوش دائما تجد عنده النصيحة الوافية تلجأ لدائما ما كان يقصر ومساعد رحمة الله علي أنا ما بيتكلم من ناحية الأدبية والشعر لأن أعتقد الأخوان الأدباء رح يوفون وكفون واكثر العلاقة بيني وبينها كانت علاقة التلميذ بالأستاذ أنا أتكلم بس من ناحية التصوير الفوتوغرافي حقيقة كان ما تنشر لي صورة إلا بمساعد ثاني يوم قاضبني وموجهني وحس أن كلام أستاذ متخصص بالتصوير يعني مو تخصص ميكانيكي أو تكنيكي لا تخصص العين العين الفني الحس الفني فتجد بمساعد روحه كانت فنية الله يرحمه موسيقى بغرته عصره يا صاح كم راح منه ونمحا عصره محد سلم من عناها ومن نوايبها خذت رجال بها كانوا نوايبها واليوم يا صاح مدري وش نوايبها أعتب على الوقت ولا من أهل عصره موسيقى أود الحديث قليلاً عن شخصية المرحوم عبدالله الدويش رحمة الله عليه الشاعر عبدالله الدويش نموذج فريد من الرجال الذين يعطون وفي الصمت ولا ينتظرون المقابل شعيرنا كان متواضعاً لدرجة شديدة وعلى الرغم من غزارة مخزونه العلمي ورهافة ذوقه الفني وجلده على العمل وجوده بما يملك من علم فقد بقي المرحوم معيداً كل البعد عن دائرة الضوء لا تهمه المظاهر أبداً ولا ينتظر أبداً جزاءاً من أحد فقيدنا الكبير الشاعر عبدالله عبدالعيز الدويش معروف لدى المواطنين بوصفه شاعراً مميزاً يكتب القصيدة النبطية والزهيري موالزهيري ولكن الأهم من ذلك والذي قد لا يعرفه البعض هو أن الأستاذ الدويش باحث ودالس من الطراز الأول وقد أثرى المكتبة المحلية بمؤلفات ذات قيمة عالية خدم فيها التراث الشعبي الكويتي خدمة جليلة فمن مؤلفاته المميزة ديوان زهيري وقد جمع به فيه طائفة كبيرة من زهيريات لشعراء من الكويت ومن الخليج ومن أقطار عربية أخرى ومن مؤلفاته أيضاً الفن والسامري والفنون الأخرى وهذا الكتاب الحقيقة هام جداً لأنه وثق النصوص وروا روايتها الصحيحة لأنها تروى بش أشكال مختلفة فهو وثقها وأتى بالرواية الأضبط وباستطاعت من شاء حالياً أن يسأل عن أي أغنية أو شيء قديم أن يجده بشكل سليم وصحيح في هذا الكتاب المكون من جزئين أيضاً الأستاذ الدويش بدأ في سلسلة أعلام شعراء النبط وترجم لعدد كبير جداً من الشعراء في المنطقة في الكويت وفي الجزيرة العربية ووصل حتى إلى الشام وترجم حتى إلى شعراء لشعراء من لبنان أيضاً كتبوا الشعر النبطي وغير الشعر النبطي أيضاً له هو كشاعر انتاجه الخاص لا ديوان شعر صدر يمكن في الستينات ولا مجموعة زهريات صدر منها ثلاثة أجزاء زهريات له هو نفسه وبعد أن فرغ من هذه الأشياء بدأ يكتب عن أعلام الشعر بشكل مفرد يفرد لكل واحد دراسة فأصدرت رسالة أو دراسة عن أحمود الناصر البدر وعلى شعر نتعرف على أهمية كتابنا هذا الطراز المواطنين في الكويت قد لا يعرفون عن أحمود الناصر إلا قصيدة يراكبين أكوار ستة تبارة بينما استطاع عبدالله الدويش أن يجمع له نحو ثلاثين قصيدة وحتى أن بعض القصائد يعني روى أبيات منها ووعد بأن في الطبعة الثانية يستكملها وللأسف لم يمهل العمر فلم يقبلها كذلك أصدر كتاب عن أحد أعلام الشعر النبطي وهو حمد المغلوث وجهود الأستاذ الدويش في التأليف كبيرة وله مخطوطات في الحقيقة لم تأخذ طريقة إلى النشر بسبب تردي صحته في السنوات الأخيرة وإضافة إلى إنتاج المطبوع الذي أثر به المكتبة المحلية والمكتبة العربية في الواقع فهو لا يظن على الباحثين بعلمه فالكثير من الباحثين والدارسين الأكاديميين استفادوا من الأستاذ الدويش أخذوا مننا الكثير من المعلومات وهو سمح النفس يبذل بلا حدود ومن ميزات المرحوم الفقيد الكبير الأستاذ الدويش أنه متواضع إلى أقصى درجة فعلى الرغم من علم الغزير وسعة أفقه فهو رجل بسيط جدا ترى فلا تكاد تصدق أنه متقف إلى هذه الدرجة وهذه مشكلة في الحقيقة لأن الذين يملؤون الدنيا ضجيجا وهذا هم الذين يلفتون النظر وتهتم بهم الأجهزة المعنية أما الذين يبقون متواضعين ويعملون بصمت فهؤلاء لا تلتفت إليهم أجزة إعلام وغيرها ويبقون في الظل ومن المؤسف أننا لا نتعرف عليهم بشكل صحيح ولا نعرف الجمهور بهم بشكل صحيح إلا بعد أن نفقدهم فأنا أرجو أن تكون مناسبة الاحتفاء بالأستاذ الدويش هذه لفتة جيدة منكم في وزارة الإعلام أرجو أن تكون هذه مناسبة للالتفات إلى الذين لا زالوا على قيد الحياة ولا زالوا يعطون بصمت الذين يعطون ويصاحب عطائهم الضجيج لا بأس هم يشقون طريقهم الواحد من ذولهم مشكلة لكن الذين يعطون بصمت بحاجة إلى أن نلتفت إليهم ونكرمهم في حياتهم حتى يشعر كل مبدع أن الدولة تعنى وتهتم بمثقفين الذين يمثلون الثروة الحقيقية الوطن نحن هنا نتهم في الخليج بأننا نحن بلد نفطي ولكن ثروتنا الحقيقية في الإنسان الإنسان الذي يعطي والذي يسهم في العطاء الإنساني والثقافي بشكل خاص لهذا أرجو أن تلتفت كل أجهزتنا إلى هؤلاء الأشخاص وتعطيهم ما يستحقون من عناية وفي النهاية أن الأستاذ الدويش يستحق أيضا أن يكرم بعد وفاته ما دمنا لم نستطع لم نستطع أن نكرمه في حياته وسائل التكريم عديدة وقد أشرت إليها في مناسبات سابقة منها أن تطبع مطبوعاته أو مؤلفاته المخطوطة التي لم تأخذ طريقه إلى نشر حتى الآن ومنها أن يعاد طبع ما نفد من مؤلفاته ومنها أن يطلق اسمه على أحد المدارس أو أحد الشوارع ركن المودن هدم شراي من تالي عين الرفاقة أشوف اليوم من تالي دير النظر لي وخلي الغير من تالي دنياك ما أشوف فيها المحن والفتن بسالكم بالنبي يلمج فيات الفتن داراً علي بلفتات الضبا والفتن وقالاً هيها تلوى العاد من تالي وكتب حروف كبار منذ الزمان الذي فيه الصغار كبار جاهت جيش النوة وشفت الخطوب كبار فاصبحت مثل الذي دهره بعينه كبر لو كان عيشي زهد أعيش وسكن كبر عود تغانمت وقتي يوم سني كبر يالله لا تجعل الوقت والدنيا علينا كبار من بعض مقولات شاعرنا الراحل عبدالله الدويش هذه المقولة الشاعر هو الإنسان المعبر عن أحاسيس الشعب وهو المترجم لعواطفهم كذلك الشاعر يعتبر بمثابة الصحافة ولقد كان يعتمد عليه في السابق في حياة الناس كذلك يعتمد عليه سياسيا لأنه الشاعر عندما يقول قصيدة يوضح فيها مكان شيء يثير انتباه الناس لهذا الشيء كذلك تجد الناس يهتمون بقصائده ليتعمقوا في مضمونها وإلى أي شيء تهدث من مؤلفات المرحوم الجزء الأول من ديوان عبدالله الدويش أيضا ديوان بعنوان مجموعة إزهيريات عبدالله الدويش وديوان بعنوان إزهيري ومجموعة مواويل لعدد من الشعراء ومجموعة إزهيريات عبدالله الدويش للصوبي دائم تبرأ ونيران هجرة تساعر حره وتبرأ السيوف فرقاه في لب الحشة تبرأ بدر من الشرق لا لا في عيوني ولم صده هجرة تمكن بالضماير ولم غنجم من البيض ما يوم هواها ولم لو كان من هيرها محارها تبرى ومن بين الازهريات التي قالها المرحوم الشاعر عبدالله دويش هذه الازهرية جيت لنزلكم وحامل كل مودة ورحب قاطع طروق الفيافي وكل سفح رحب قاصد جناب الرفاقة بكل شوق ورحب شاعر يجوب الفيافي والصحارة وساع لعيون من لو لشت يوم الوداع وساع لو كان عندي جلد لاصبر بيوم وساع لا شك ياهل الوفا لعل نلقى رحب عند الحديث عن الأستاذ المرحوم عبدالله دويش يحس الإنسان دائما بأن هناك نوع من الضعف أو العجز أن يجاد كلمة حقيقية وتعريف لجهود هذا الإنسان المتميز لو ساعب دويش كان يتميز أو يقدم وساهمة كبرى في حركة النهضة الثقافية في الكويت في الثلاثين أربعين سنة الماضية ممكن الحديث عنه يتناول أكثر من جهة لكن لنتناول ثلاث جهات رئيسية أولا هو كما هو معلوم شاعر وشاعر متميز من شعران المتميزين وكان إنسانا متمكنا قادرا على إيجاد الكلمة المناسبة وكان مؤصرا لهذا النوع من الفن الشعري في منطقة الكويت شاعرية الأستاذ الدويش شاعرية حقيقية من خلال أولا ديوان الكبير من خلال الزهريات التي كان ينظمها وكان أيضا ساهمة متميزة في إثراء الأغنية الكويتية بكلماته الجميلة أستاذ الدويش كشاعر أعتقد يحتاج إلى دراسة متأنية جانب آخر مهم أو ثاني من جوانب الأستاذ أبتال الدويش وهو الموثق لتراث منطقة له أكثر من جهد وكنا نلاحظ ونحن معه في هذه الرابطة أن أولا نلجأ إليه كل ما يشكل علينا معرفة قصيدة أو بيت أو نسبة قصيدة لأحد إلا وهو جاهز بالحجة الدامغة والرأي السديد وبنسبة هذا النص لصاحبه وقام بجهود مهمة سواء في جمع الزهريات في ديوان حمود الناصر وفي دراسات معينة نشرها في كتبه وبعضها نشرها في مجلة البيان التي كانت تصدرها رابطة الأدباء ولذلك كان باحثا مدققا وأذكر أنه من حديثي معه أنه كان أيضا يعد عملا عن حياة البحر وعن بعض جوانب رجال الكويت في هذا المهنة المهمة في وطننا إذن الأستاذ الدويش لم يكتفي بكونه شاعرا مبدعا بما وهبه الله من موهبة ولم يكتفي فقط بأنه يتابع الثقافة ولكن كان حريصا على الدقة وحريص على التوثيق وما وضعه بين أيدينا ثروة كبيرة جدا وكان يسوقها بأسلوب متواضع بأسلوب العالم الذي لا يدعي ولكن عمله هو الذي ينطق بما صنع شيء ثالث فيما يتعلق بالأستاذ عبدالدويش وهو الإنسان المتصل بمجتمعه هناك شعراء وهناك باحثون قد يقيمون في منازلهم ويقدمونها عمالا جيدة ولكن هذا الوطن يحتاج إلى ما نسميه بالعمل التطوعي وإذا كان الإنسان أو بعض الأفراد ساهم مساهمة في مؤسسة أو غيرها فإن الأستاذ الدويش ساهم مساهمة فعالة أولا في إنشاء هذه الرابطة مبنى ومعنى منذ اللحظة الأولى منذ الستينات وهو ماسك دفت هذه الرابطة وكان يقدم خدمات جليلة كان هو الذي أنشأ هذا المبنى تابعه وقد تولى وكان عضوا في منسل الإدارة لطوال هذه السنين وكان محرضا من كل زملاء والأخوان وظل عضوا إداريا مؤسسا مشاركا موثوقا به وقدم بصمت خدمات كثيرة ليس فقط الرابطة ولكنه أيضا كان له جهود مع جمعية الفنانين إذن هو فنان وشائر هو باحث ومدقق هو مشارك كإنسان يعي واجبه في مجتمعه كل هذه يصنعها الأستاذ المرحوم عبداللدويش بثقة وبتواضع وبعزم وبقدرة على إدارة الأمور نحن افتقدنا في الأستاذ عبداللدويش شيء مهم هو أن هذا الإنسان كنا لا يمر يوم إلا ونلتقي به ولا يمر يوم إلا ولدينا سؤال له وكان دائما عنده الجواب الآن قد تكون لدينا أسئلة كثيرة ولكن ليس بيننا مثل الأستاذ عبداللدويش رحمه الله الحديث عن شاعرنا الراحل عبداللدويش يطول ويطول ويطول ولكن كما نعرف أن شاعرنا هو رائد من رواد فن لزهيري الملاحظ الآن أن فن لزهيري قد بدأ بالإذ محلال شيئا فشيئا ولكن شاعرنا عبداللدويش له تفسير في هذا الأمر أن الشعر لزهيري ارتبط ارتباطا قويا بالبحر والغوص عندما كان الناس قبل أربعين عام يتعاطونه لارتباطهم به أما الآن فلقد يضمحل بضمحلال ارتباط الناس بالبحر ما أذكره أن كثير من مضربي الكويت ومضرباتها قد تغنوا بكلمات الشاعر عبداللدويش منهم عيشة المرطة ومنهم مصطفى أحمد وعبد المحسن لمهنة وغيرهم كثير الصوت صوت الأودة والشكل شكله والبيض وي السمر ماهي تجي شكله أصفر معصفر كلون العسجدي شكله همت بهواها ثلاث سنين ما ياتي نهري جرى جدوله وحدر بما ياتي بالليل أسهر بهم وحسب لما ياتي والصبح أصبح بنور شكلهم شكله موسيقى 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 مرّت شمطيف تقطف بالعمر قطفه أفراح وألام ودور أفراح وألام وورد زاهي قطفه وليعات ومرار وكل ماخذ قطفه ويامها والليالي بكل ما مرن حلم بعيني كما وصف البرق مرن أسرع من الريح فاتن لي وبه مرن مثل الزقارة ولعت وبقت لنا قطفه الواقع بالنسبة للمرحوم عبدالله دويش رابطة الأدباء والكويت والساحة العربية الشعرية وخاصة بهذا النمط من الشعر خسر أحد قاتل كبار والمرحوم عبدالله دويش يعتبر مدرسة خاصة في زهريات وفي الشعر الشعبي خسارة كبيرة كما قلت للرابطة وليس فقط للشعر وإنما لخلق هذا الإنسان الذي عرف به ودماته وكرمه وكان دائما وأبدا هو ذلك المرجع للإخوان الأدباء الكويتيين عندما يسأل عن بعض الأشياء التي تشكل عليهم أحيانا من ناحية الشعرية سواء كان في الأدب الشعبي أو كان في الدراسات الزهيرية الواقع هو خسارة كبيرة بالنسبة لرابط الأدباء ونتمنى من الله عز وجل أن يمن عليه إن شاء الله بالجنة وأن ينزل على أهله الصبر والسلوان ويسكنه فسيحة جنته بعد كل هذا رحل شاعرنا عبدالله الدويش رحل الأب الودود رحل الإنسان الطيب الذي خلف مكانا بارزا في الحركة الفكرية والفنية الكويتية ولكن يبقى هذا التراث ويبقى هذا المجد لهذا الرجل حياة عامرة عاشها هذا الرجل ومن عاش هذه الحياة فلابد أن نرثي لكي يكون صانعا يثري بدوره حياة الآخرين دنيا تدور بلعب رحاها بالفلك دائرة ويامها وليالي بأهلها دائرة لو كنتم موظف ومحسوب بذت دائرة لابد ما يوم يعلق ثم طيها حدر قبلك ألوف حصل منصب عقبا حدر انظر يمين ويشارك منت علا حدر دنياك هذه رحاها للخلق دائرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة